من الخرطوم ينضم إلينا السيد عمر شعبان الكاتب والمحلل السياسي سيد عمر بداية كيف ترى مطالبة قوى الحرية والتغيير بإجراء تحقيق دولي في أحداث فضي الاعتصام بداية التحية والتجلل إشهداء الصورة الصنعانية صورة ديسمبر المجيدة الخزي والعار لمن يتمتعون برحي قطاع الطريق ممثلا في المجلس العسكري الانقلابي الدموي دعوة قوى الحرية والتغيير تشكيل لني التحقيق دولية حول أحداث 29 رمضان المسبحة بالتأكيد هي دعوة سليمة ومنطقية وتأتي في وقت سليم وتؤشر لعدم السقة في المجلس العسكري وتوجيهاته حتى للنيابة العامة برغم من السمعة الطيبة التي يمتع بها النائب العام لكن بالتأكيد هناك شكوك في أن تصل التحقيقات المحلية أو الوطنية إلى مدهها وصقفها الذي يدين بشكله بآخر المجلس العسكري الانتقالي لإدارة خطة مرتبة ومنهجة لفضل الاعتصام بهذا الشكل الدموي تحمل المجلس العسكري المسؤوليات كاملة بالتالي سرعة استيابة المجتمع الدول لتشكيل هذه اللجنة الدولية للتحقيق فيها أحداث 29 رمضان من شأنه أن يقلل نوعا ما من حدة الاحتقان التي تحصل على الشارع إذا ضحاياه يعني في عاجل ورد الآن سيد عمر الجيش السوداني يدعو المواطنين للابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية إذن هناك تحذير من قبل الجيش للمتظاهرين والمعتصمين من التواجد في أماكن معينة تعليق على هذا الأمر نحمده أن البيان الصادر باسم توقيع الجيش وليس المجلس العسكري لأنه إذا صادر من المجلس العسكري أن يحفل به أحد هو يؤشر إلى تطورات نوعا ما مقرؤة مع نمازج حادثة في الشارع إلى الآن تشير تقارير إعلامية وميدانية بأن هناك انسحاب لقوات الدعم السريع وحلال محلها قوات من قوات الشعب المسلحة في ضاحية الحلفاية شمال مدينة بحري ربما تشهد الساعات القرية القادمة تطورات من نوع ما لا نريد الاستنتاج أو سبق الأحداث تحذيرات الجيش ربما تشير إلى أن سمت مالايا أحمد عقباه في الساعات القرية القادمة لا أظن أن الجيش يمكن أن يصدر بيانا يحذر فيه مواطنيه إلا إذا كان هناك خطر هذا معهدناه في الجيش أنا أتحدث عن الجيش وليس المجلس العسكري الذي يمسل الجيش بالتأكيد هناك ما يدور خلف الكواليس ولكن كيف يعني لو توضح لي ما ذكرته بأن المجلس العسكري لا يمثل الجيش يعني من هم أعضاء المجلس العسكري أليسهم من الجيش الجيش السوداني أو المؤسسة العسكرية السودانية أو ما نسميه كتسميه محببة قوات شعبنا المسلحة تتمتع بالقيم القيم التي تجعل السيادة للشعب تجعل أن المواطنة والوطن هو العقيدة العسكرية لا تجعل الشخص ولا الأنظمة السياسية هي عقيدتها لا تدين بالولاء لأحد حتى وإن كان على الرأس المسلحة العسكرية طالما خالف قسمه وأدى على المجلس العسكري منذ انحيازه المدعى للثورة مارس طماطلة ومارسة تطويلا ومارسة الكثير من التكتكات التي تؤكد تطابقه مع النظام السابق واستمرار النظام المخلوع البشير يعني سيجعم بعد أن كانت الأمور في طريقها إلى الحل كنا نتوقع أنه بعد ساعات أو ربما أيام يتم الإعلان عن اتفاق والتوصل إلى صيغة تنتقل بالبلاد إلى مربع آخر ما الذي حدث وكيف هو المخرج اليوم في ظل تباعد أو ازدياد هذه الهوى بين الطرفين صدقين يا سيدتي لم نكن أبدا قريبين من الحل طالما ظلت العقلية المجلس العسكري ترى أن السيادة للعسكريين السيادة للشعب هذه الفرضية تجنن أي شخصية عسكرية لا تدرك تماما معنى قسم الولاء للشعب والوطن ولكن سأسألك هنا السؤال التقليدي وهو في ظل هذه الظروف التي تمر بها السودان هل ترى بأن المدنيين اليوم قادرين على قيادة هذه المرحلة ألا ترى بأن ربما وجود المجلس العسكري الانتقالي بنسبة أكبر أو بنسبة سيادية في هذه الظروف هو صمام الأمان أسمحي لي أن أكمل الحديث للنهاية وسنصل لهذه النقطة بالتأكيد المجلس العسكري حينما تحدث عن تسليم للمدنيين أعلن المدنيين مباشرة حرصهم على مجلس سيادة مدني بتمثيل عسكري محدود للقيام بمهام هذه التأمين بتحقيق ضمانات للأمن القومي السوداني بظل وجود عسكري باعتبارهم متخصصين في هذه الملفات وهنا المدركين له لها لحساسيتها وخصوصيتها بالتأكيد في ظل الالتزامات عسكرية أخرى لكن المجلس العسكري يرى أن هذا الأمر يجب أن يكون وهو من يتسيد المجلس السيادي وترأسه بأغلبيته هذا ما يره المجلس العسكري لذا قلت لك أن أداء مهام العسكريين وأداءهم لقسهم لا يرتبط بتاتنا البتة بأن يتسيد الشعب السوداني خصوصا في ظل تجربة تقول في عمر السودان 52 عاما من عمر السودان حكمهم العسكريون كانت النتيجة الماسية الآن ما نشهد في الشارع من ورطة ومن مأساة ومن كارثة محققة تحاصر الجميع وربما تقذي في بلدنا في أتون لا أعلم مداه إلا الله شكرا جزيلا لك سيد عمر أشكرك انتهى الوقت المحدد للمقابلة من الخرطوم عمر الشعبان الكاتب والمحلل السياسي شكرا لك